برنامج حلقات برنامج حلقات هو برنامج بالشراكة ما بين الهيئة الملكية الأفلام ومؤسسة دروسس عم بيستهدف صناع أفلام أردنيين بمشاريع عم بيطوروها لبرامج مسلسلات البرنامج عم بيكون جداً مميز لأنه عم بيبدأ من مرحلة التطوير لمرحلة الإنتاج وهذا شيء يعني مش كتير من البرامج موجودة في الوطن العربي اللي بتقدم مثل هذا التسلسل على مدار سنة كاملة طبعاً هذا جزء من رؤية الهيئة الملكية الأفلام مش فقط إنه نشتغل على صناعة الأفلام بل أيضاً على التلفزيون والمسلسلات يمكن من أجمل إشياء اللي بتوفرنا إياها الهيئة الملكية للأفلام اللي هي مساحات لتطوير الناس المحترفين في صناعة الأفلام نتوقع إنه بنهاية هاي المرحلة المكثفة من التطوير إنه نوصل بالنهاية لمشروع مسلسل جاهز إنه يتقدم للمنصات والمحطات العالمية ما هو أفكد مع جديد أنها هي تاجهة نتوقع جديدة من طمال جديد هنا ويجب أن تكون هناك مجرد ملاحبة بجدية أعتقد بيحية في الأدراسة الأفلام أعتقد مجرد جديد جديد أن يكون نتوقع جديداً سيكون الهيئة التجديد أن يبدأ في روايا السلسل قتعد جديد ويجب عليها با حكم المشروعاً بحيث باللغة البعض وأصبح بعض التجديد tśmy قائل ما الذي يجب أن تحصل بشكل صفحي أو صفحي فهو يساعد بشكل صفحي بصراحة هذا البرنامج مش بس بيعطيك الماديات لأنك تبدأ المشروع بل بيعطيك كمان لوجيستيكس للشغل وبأول فيجين عندك بأول كونيكشن عندك لأنك تقدر تطور فكرتك بطريقة صحيحة نحن متوقعين، نحن كمشاركين بهذا البرنامج وبرنامج حلقات أنه يوصل صوتنا للناس لهم زي نتلكس، زي OSN، زي MBC Group يعني خلينا نقول من الأردنيين العالميين حلقات عم بتساعدي كتير يعني رأيت أنا كان عندي شي هيك أنا وصغيرة وعم بتعلم كتابي لأنه حسيت كنت لحالي هذا الفروغرام هناك الكثير من تجمع مش بس من الهيئة نفسها المرية بتعمل أكتر شي سوفوت بس بين بعض كمان تيكون في سبيس مثل الهيئة الملكية تتجمع الكتبين والشباب والصبايا الأردنية تيحكموا مع بعض كمان ويساعدوا بعض لأنه عايزين هالإشيا تنوصل تنوصل حتى القصصنا تكونوا على التلفزيون وينشافوا وينحكوا عنهم محمس كتير تشوف هالقصص على الشاشة لذلك نصنع هذا المكان ونصنع أنك ستساعدوا بعض ونصنع أنك ستساعدوا بعض هايك برامج مثل البرنامج حلقاتي كتير مهم بالنسبة لإنا لأنها بتساعدنا كتير إنه نلاقي المرشدين اللي يساعدونا إنه نطور مشروعنا من A to Z وبالتالي عرضوا على مستثمرين أو منتجين أو شبكات إنتاج وتوزيع على أمل إنه يتم بيع بقية الحلقات كثير من الناس يقولون إذا كنت أريد أن أتحدث مع الناس أستطيع أن أصبح 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 أص الهيئة الملكية الأفلام وراح يروجونا للبايلوت لأكثر من البرودكاست هذا اشي كمان كثير من هذا الجزء الأهم صراحة يعني المميز بهذا المشروع أن الهيئة عاملة سايكل كاملة يعني من التطوير لبرودكشن لمرحلة البيتشنج فكرة أنه راح يكون عندنا نص مترابط أكثر لأنه نشغل عليه فكرة أنه يكون عندك بتش عالمي بستاندردز محترمة برنامج حلقات عم بيساعدنا نطور المشروع تبعنا بطريقة لها خطة معينة منظمة أهم إشي كمان إنه هذا المشروع والبرنامج أعطانا بس المساحة عشان أول شي نتعرف على كل الفيلميكوز اللي بالإندشرة للآخر إحنا عم نحكي عن كمان قصص محلية وقصص أردنية وهذا الإشي كمان مهم لإلنا ومهمة مشروعنا هذا هو الإشي اللي بيطور صنعت الأفلام والمسلسلات بالأردن فكتير راح يساعدنا لقدام إنه نقدر ننفذ هذا المشروع يعني راح يكون في إشي صالد بين إدينا نقدر نتحرك فيه للأردن لنبدأ هذا المشروع شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة